ضيفنا في بنسلفينيا سيد سكوت هو سؤال أولي يعني إلى أي مدى استفادت تهران من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 أعتقد أن الولايات المتحدة بشكل أساسي بعد أن خرجت من الاتفاق إيران استغرقت الوقت منذ 2018 لمضاعفة الجهود للتحيول على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وأن تقوم أيضا بإثبات القدرات النووية لديها عبر برنامجها فالبعث قد اعترفت بأنها بالفعل قامت بزيادة التخصيب اليورانيوم بالنسبة مرتفعة ووفقا لهذا الاتفاق فالتخصيب كان في الاتفاق 3% تتجاوزت هذه النسبة وبالتالي فإيران تعمل على تطوير البرنامج وأن الاستفاد به في برامج الصواريخ طيب سيد إيفالد كوينغ ضيفنا من برلين لماذا يحرس الأوروبيون حاليا على استئناف المسار التفاوضي بينما تقاريرهم الاستخباراتية تؤكد أن إيران تستغل هذا الوقت التفاوضي لتطوير البرنامج النووي أعتقد أنه من الزبائن نفكر بأن الإيرانيين لن يقوموا بهذه الأمل مع أوروبا خاصة مع برلين فهي نقطة ساخنة للعمل على الضغط عبر المفتو وأيضا هذه عاصمة لدولة أوروبية محايدة وأنا أعتقد عبر هذه المفاوضات أن إيران سوف تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي قائما وسوف تعمل أيضا على تجنب التدابير الخاصة بالتطوير البرنامج النووي لإيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر